بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء طلاب مقرر Principles of Engineering Design نبدأ معنا Chapter 4 Stress Analysis Part 1 المين Topics اللي هنتكلم عليها أول حاجة Principles Stresses و Principles Plains ثم Stresses in Inclined Plains أو الإجهادات على المستويات الميلة ثم هنائش نظريتين اللي هما Maximum Principles Stress Theory و Maximum Shear Stress Theory بداية لما يكون عندنا بار بالشكل ده كده بيتعرض إلى إجهاد شد من كلا الاتجاهين وبعدين أخذنا Cross-sectional Area عمودي بالشكل ده اللي هو الـ MN بيظهر عندي Sigma X طبعا بتساوي B على A اللي هو الاسترس ده طبعا في 3D ده طبعا في 2D لو أخذنا Infinitesimal Cube أو مكعب صغير خالص متناهي في الصغر ودرسنا الحالة بتاعته هنلاقي إنه على المكعب ده في 3D هنا هنلاقي Sigma X قيمتها بتساوي B على A من كلا الاتجاهين في اتجاه الـ X طبعا أو اتجاه المحور X وده في 2D اللي هو Sigma X هنا و Sigma X هنا يبقى معنى كده إنه في حالة القطع بمستوى عمودي بيظهر عندي Sigma X فقط وبالتالي يعني المستوى ده هوت مفيش عليه شير سترس عليه Sigma فقط أو تنسى السترس يبقى المستوى اللي معنى هو الشير ده بسميه الـ Principal Plains والـ Stress ده هوت نفسه بسميه الـ Principal Stress يبقى كده عرفنا إيه هو الـ Principal Stress وإيه هو الـ Principal Plain وعرفنا كمان إنه لما قطعت بمستوى عمودي ظهر عندي Sigma فقط تنسى الـ Stress without sheer stress لما نيجي نقطع بقى بمستوى ميل وليكن بدوية سيتا هلاحظ هنا إنه ده الـ Stress في 3D ده الـ Stress في 2D وهلاحظ هنا طبعاً إن الميل بتاع المستوى اللي هو بالزاوية الثيتا القوة عندي اللي هي B هتحلل إلى مركبتين وحدة Normal اللي هي الـ N دهيت وحدة Tangential to the Surface القوة Normal دهيت قيمتها تساوي B Cosin Theta يبقى N هتساوي B Cosin Theta والقوة V اللي هنا هتساوي B Cosin Theta كل قوة من القوة دهيت هتطلع لي طبعاً نوع مختلف من الـ Stress الـ N هتطلع Normal Stress والـ V هتطلع Shear Stress أو هينتج عنها Shear Stress طبعاً الـ Area الميلة هنا مقارنة بالـ Area العمودية A1 بتساوي A على Cosin Theta وعندي القوة اللي هي الـ N سببت Normal Stress اسمه Sigma Theta بيساوي N على A1 والقوة V سببت Shear Stress بما إنها ممسية للسطح وبالتالي على A1 برضو نفس الـ Area يبقى الـ V سببت Shear Stress والـ N سببت Normal Stress لما نعوض بقى بالقيم بتاعتنا N طبعاً هنعوض بقيمتها بتساوي B Cosin Theta والـ A1 A على Cosin Theta هتطلع عندي المعادلة دي طبعاً بتحصر هنا الـ B على الـ A اللي هو الـ Stress النورمال ضرب كوزين تربيع Theta نفس الكلام بالنسبة للـ Tau Theta هتطلع عندي هنا B على A Sin Theta كوزين Theta الماينس سين هنا بتبين بس إشارة أو اتجاه Shear Stress دي المعادلة الأولنية بتبين لي المنحنة ده اللي هو بتاع Sigma X والمعادلة التانية بتاع التاو اللي هي بتبين لي المنحنة ده هلاحظ هنا طبعاً إنه لما كان فيه عندي مستوى عمودي كان الـ Stress بأقصى قيمة اللي هي Sigma X ومفيش عندي Shear Stress وبانخفاض أو بزيادة الزاوية في جلال الاتجاهين هيبتدي الـ Stress يقل وفي نفس الوقت يظهر عندي Shear Stress إلى أن يصل إلى أقصى قيمة عند الزاوية 45 يمين وأقصى قيمة عند الزاوية 45 هنا يسار ونفس قيمة التاو ماكسموم دهية اللي هي هتساوي نص Sigma X اللي هو أقصى إجهاد ده بالطبع الإجهاد سواء إذا كان في Sigma X أو تاو على مدار الزاوية من 0 إلى 90 يسار ويمين وبكده نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله شكرا